أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية وشؤون الكومنويلث وتنمية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وبحث الوزير شكري مع نظيره البريطاني مستجدة الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة حيث أكد الوزير شكري على حكمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية وفي سياق متصل ناقش الوزيران العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية حيث جدد شكري التأكيد للنظير البريطاني على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 404 مليون فلسطيني والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وأكد شكري رفض مصر القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية